طيب لها اللي ما سكتش وما اكتفاش بازهار الموقف اعلاميا او حتى ازهار هذا النص المكتوب بكل ما فيه من سازاجة لا تنطلع على اي حد سواء في مصر ولا في السودان لكن ردعا لهذا الامر وهذا العبث المتكرر كان لازما من ادارة النادي الالي تاخد هذا التصرف الحاسم والرادع تم تكليف المحامي الكبير والستاذ محمد عثمان باتخاذ الاجراءات القانونية كمستشار قانوني لمجلس ادارة النادي اعتقد معانا على الهاتف لأستاذ محمد عثمان لاطلعنا على ما تم من اجراء قانوني أستاذ محمد اهلا بيك اهلا بحضرتك عزيزي إبراهيم بسأل خير على حضرتك والمانساعد لي وعلى كل مشاهدينكم الكرام بتوحشنا انت بس يعني حظنا كده ما بنجبكش الا في المشاكل لا انا بسعد وبتشرف اما اكون مع حضرككم خاصة اما يكون موضوع بهذه الخطورة طبعا لتوضيحه للرأي العام والجماهير النادي الاهلي وهو حازك انك انت راجل شاطر ومحل يعني عندما يلجأ اليك بإذن الله بتكون النتائج بإذن الله بتكون النتائج يعني بإذن الله تم يا أستاذ محمد في الحقيقة انا كلفت من قبل مجلس ادارة النادي الاهلي اليوم بتحديم بلاغ للجهات الشراطية المختصة متمثلة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية لتقديم بلاغ يكشف عن هوية بعض الأشخاص اللي بيديروا صفحات هذه الصفحات ارتكبت جريمة بالأمس متمثلة في الصناع وتزوير محاكسة واتساب بين الكابتن سيد عبد الحفيز والكابتن حمارة صدقي مدرب نبي الهلال الصادق هذه المحاكسة المزورة انا بتأديري بعقبال انها جريمة خائبة مستنع هذه المحاكسة لم يكتفل تزوير المحاكسة والأخطر من هذا انه بدأ يحرد الجماهير على هذه الصفحة انها تصدر هذه المحاكسة المدفقة والمزورة لصفحات جمهور نادي الهلال بالطبع جمهور نادي الهلال السوداني جمهور على وعي كبير وبنصف وعيه ان اي حد يقدر يكتشف ان هذه المحاكسة المزورة هي لعب صغار او حيل سبيانية للإقاع بين جمهور البلدين وزرع كراهية بين جمهور النادي الاهلي ونادي الهلال السوداني من هنا كان اتخاذ هذا الاجراء هذا الاجراء احنا اتخذناه للكشف عن هوية مرتكبة هذه الواقعة وتعقبهم والحقيقة ان الجهات المختصة اخذت هذا البلاغ على محمل الجبد وبالفعل بدأوا فيه تحريات لانا تقدمنا بهذا البلاغ منذ ساعات يا محمد بيه يعني هو مش يعني قد يكون الامر اكبر امن انه مجرد تصرف سبياني لان الحقيقة في الاخر لما انت بتحرد بطول ابعته للجمهور السودانية يعني تحطه على صفحات جمهور الهلال جمهور الهلال يبقى المقصود بيه احداث توطر شديد جدا بين جمهور الهلال وجمهور الاهلي اللي هم في الاخر يعني شعبين بيحبوا بعض جمهورين بيحبوا بعض زراعة الفتنة دي لا تذكرك بما حدث الموسم الماضي وبنفس الاسلوب وبنفس تزوير الاوراق وبنفس السعي انه تم مخاطبة وسائل الاعلام فضحت المتصل انه كان معد احد المقدم البرامج المنافسين نعم وادى هذا الامر الى فعلا زرع نوع من الفتنة والتوتر ولو رجعنا وراء شوية برضو العبت الذي حدث بين جمهور مصر والجزائر هذه التصرفات غير مسؤولة ومن مش عاديين نخدها في حجم ان ناس بيعباسوا على السوشيال ميديا اه اتصورنا ممكن نكتشف امور ابعد من هذا في الحقيقة باش مهندس تأكيدا على كلام حضرتك ان ادارة النادي الاهلي تحسبا لخطورة هذا الموقف خاصة ان هذا الموقف زي ما حضرتك قلت ليس الموقف الاول لان زاية مرتكبة هذه الجريمة التحردية هم نفسهم اللي ارتكبوا تزوير خطاب قبل مطش الترجي ثم صدروه لجماهير الترجي فكان الشحن والموقف الصعب والسيء اللي كان موجود في تونس واجج التنافر بين جمهور الناديين وبالتالي هذه المسألة او هذا العبس انا بقول ان مرتكبة هذه الجريمة لا رياضيين ولا ليهم علاقة بالرياضة لان هذا الامر يتجاوز المنافسات الرياضية ليصل الى مرحلة محاولة الاقاع بين جمهور ناديين كبيرين في الوطن العربي وشعبين شفقين زي الشعب المصري والشعب السوداني وبالتالي اتخاذنا لهذا الاجراء كاجراء احتراضي ولتنبيه الاجهزة الامنية ان هناك من يعبث هذه العلاقة في هذا التوهيد لان هذه الاسلالي تزرع الحقد وتزرع الكراهية وتحض على امور كثيرة نحن جميعا في غنى عنها في هذا الوقت يعني انت ترى خطورة هذا العبث طبعا خطورة عبث فيه اكتر منك انت ممكن توقع بين جمهورين لك ان تتخيل جمهور الهلال العظيم في السودان وهو نادي كبير وعظيم وجمهور وجمهور عظيم والنادي الاهلي اكبر نادي في الوطن العربي وصاحب الكماهيرية العريضة لك ان تتخيل ان تصار فتنة بين هذين الجمهورين ده امر خطير وخطير جدا عشان كده احنا اتخذنا اجراءات قانونية ونتوقع ان الاجهزة الامنية ان شاء الله ان شاء الله خلال وقت خطير تصل لمرتكب هذا العبث وهذه الجريمة لان انا بعتبرها جريمة خائبة لان حتى اسلوبهم في الصناع هذا المحرر المزور لا تنطلع على احد واي حد ممكن يشوفها كده يدخر منها ويدحك عليها لكن تحتسبا لاي شيء وكاجراء احترازي الكابتن الخطير طلب ان احنا اتخذ هذا الاجراء القانوني طيب توصيف هذا الفعل الاجرامي من الناحة القانونية ايه وعقوبته ايه سيد محنو هي لها عدة تفاصيل يعني هي فيها تحريق يعني هي فيها امور تحد على تجدير الامن واستلم العام لانها جريمة ما زالت مستمرة احنا ما تشهنا في السودان هيبا يوم واحد فبراير من هنا الواحد فبراير هذه الاجزوبة او هذه السعلة الدنيئة الوضيعة تنتهي الى ماذا ممكن هي اتكابة حد ذاته هو جريمة وممكن يتولد عنها جرائم اخرى نأمل الناصل الى هذه المرحلة تمام شكرا جزيلا انا استاذ محمد شكرا استاذ محمد عطمان المحامي بالنقض والمستشار القانوني لمجلس هدارة النادي اشتركوا في القناة